حرصت السياسة المصرية على أن تكون في طليعة دول العالم المؤسسة للأمم المتحدة فقد كانت مصر ضمن الدول الحادية والخمسين المؤسسة للمنظمة الدولية التي بدأت عضويتها فيها مع انطلاق الأمم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر من عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين على مدار السنين أبدت السياسة المصرية تجاوبا كبيرا في التفاعل مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة وليئات التابعة لها ودعت دوما للاحتكام للقرارات الصادرة عن هذه المنظمة الدولية وعملت كذلك على الالتزام بصون السلم والأمن الدوليين وتنمية العلاقات الودية الدولية مع شعوب العالم أجمع تعد مصر من بين الدول الواحد والخمسين التي أسست منظمة الأمم المتحدة بدأت عضويتها فيها منذ عام الف وتسعمائة خمسة وأربعين كما أنها من أهم الدول التي احترمت مواثيقها ودعت الجميع للاحتكام إليها كان ديدنها الالتزام بصون السلم وتنمية العلاقات الودية مع شعوب العالم مندوب مصر والمتحدثون باسمها أمام هذا المحفل الهام اتسمت مساهمتهم بالتوازن والموضوعية وهو ما أدى إلى انتخاب الدكتور بطرس غالي أميناً عاماً للأمم المتحدة في العام 1992 والذي كان بمثابة تكريم لدور مصر الفاعل في جميع الأزمات الدولية وتسوية النزاعات مصر كانت وما زالت داعماً أساسياً لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام سواء كانت قوات عسكرية أو شرطية أو بعثات مدنية في أنحاء العالم وعلى مدى ستين عاماً حفرت مصر سجلاً مبهراً على صعيد إنجازات عملية حفظ السلام نظراً لقدرات الجيش المصري وإمكانياته فإنه يتم دائماً اختيار كتائبه للمشاركة خارجياً في إرساء الاستقرار والسلام وذلك في البؤر المتوترة حول العالم كما ظهر دور مصر الفاعل وبشكل واضح خلال عامي 2016-2017 حيث كانت عضواً غير دائماً في مجلس الأمن وساهمت خلال هذه الفترة بالكثير من المناقشات حول القضايا الدولية والإقليمية من أهمها مكافحة الإرهاب كما قدمت مصر العديد من المبادرات لتحقيق السلم والأمن الدوليين من أبرزها مبادرة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وقد وضع الرئيس السيسي في خطابه أمام الجمية العامة للأمم المتحدة في العام 2017 قضية مكافحة الإرهاب كورقة مرجعية لتعريف الإرهاب ووضع استراتيجية عالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وحرص الرئيس السيسي منذ توليه منصيبه في العام 2014 على المشاركة السنويا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح بذلك أول رئيس مصري يشارك في ست دورات متتالية بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة تضمنت رؤية مصر في هذا الصدد ضرورة تعزيز استقلال المنظمة عن الضغوط الدولية فضلا عن مناصرة حق إفريقيا في الحصول على مقعدين دائمين في مجلس الأمن الموسع يتمتعان بحق الفيتو وخمس مقاعد غير دائمة توزع على الأقاليم الإفريقية السياسية الخمس كما استطاعت مصر أن تنال دعم المنظمة الأممية في خطط التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ومكافحة الإرهاب وخلق بيئات آمنة للعمل وعلى أرض الكنانة مصر تتواجد 23 وكالة وبرنامج وصندوق تابع للأمم المتحدة يطلق عليها الوكالات المقيمة مثل منظمة الأغذية والزراع الفاو وغيرها من المنظمات زخم كبير للدور المصري في أروقة الأمم المتحدة وعلى منابرها لخدمة قضايا السلام والتنمية ومكافحة الإرهاب النابع من مكانة مصر الإقليمية والدولية